تتعدد المناسبات الاحتفائية التي تقيمها ميليشيا الحوثي فيما تبقى معاناة الناس هي الجامع الأبرز في كل هذه المناسبات منذ سيطرتها على البلد عمدت ميليشيا الحوثي إلى إحياء الكثير من المناسبات ضاة الصبغة الدينية وتعمل على استغلالها في تعبئة المجتمع وإعادة ترتيب أولوياته بما يخدم أجندتها الطائفية إذا احتفلنا اليوم فإنما نعيد عن جاد أجدادنا أحد المسؤولين في الميليشيا كان أكثر وضوحا وهو يتحدث عن أن الهدف من هذه المناسبات هو استلهام مجد أجداده في إشارة للحكم السلالي الإمامي الذي حكم أجزاء من البلاد خلال القرون الماضية قبل أن تقضي عليه ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مطلع ستينيات القرن الماضي مناسبات يصرف فيها الحوثيون مئات الملايين على التنظيم واللوحات الدعائية والمهرجانات تحت لافتة محبة الرسول وآل البيت بينما الهدف الحقيقي هو ترويج فكرة الحكم السلالي ومحاولة ربطها بالدين كي يسهل تقبلها من المجتمع إنها عملية إعادة هندسة للمجتمع والوعي الشعبي تصب في المحصلة النهائية في خدمة أجندة ميليشيا الحوثي وسعيها لتدعيم سلطتها وتثبيت أركانها لم اكتف الحوثيون بتغطية صنعاء باللون الأخضر ونثر الشعارات واللوحات الضخمة في جميع الشوارع بل فرضوا على اليمنيين أيضا تحمل تكلفة هذه الحملات بدأت ميليشيا الحوثي قبل قرابة الشهر من حلول ذكرى المولد النبوي بتحصيل الجبايات على المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمكاتب من أجل تمويل الفعالية وهذا ما يتكرر في كل فعالية دينية تنظمها الميليشيا ذهب الحوثيون أكثر من ذلك هذه المرة حيث فرضوا إتاوات على طلاب الكثير من مدارس صنعاء وغيرها من المدن غير آبهين بظروف الأهالي وعدم قدرتهم على تحمل مزيد من الأعباء المالية وأن يكون هناك صدق وجدية في التحرم وأن يكون هناك صدق وجدية في التحرم ليست فقط حضور في هذا المكاء ثم مع السلامة مع عد بالله إذا وليك هذه يتحركوا تعمل الميليشيا بشكل دائب على استغلال هذه الفعاليات في تحشيد المزيد من المقاتلين إلى جبهاتها المفتوحة على طول مساحة البلد فيما يتعرض الأطفال لجرعات كبيرة من التعبئة الطائفية التي تؤكد أننا أمام مستقبل لن يكون أقل سوءا من هذا الحاضر السيء